العافية رابع اليوم يامس ناخد عن أولويات العمليات ولكن قبل ما نبدأ بدارسنا تعالوا نتعرف شو المقصود بالعمليات العمليات يامس هون قصدهم الضرب والجمع والقسمة والطرح هاي العمليات أو هاي كل مسألة من هذول المسائل بسميها عملية تمام يا ابطال يعني يامس لما أجمل عددين ما بعض إحنا هون عم نعمل عملية جمع ولما أطرح عددين من بعض إحنا عم نعمل عملية طرح ولما أضرب عددين ببعض عم نجي عملية ضرب ولما أقسم عددين على بعض أنا هون عم بعمل عملية قسمة طيب يا ابطال شو رأيكم اليوم نجيب عمليات للجمع والضرب وممكن كمان القسمة وندمجهم كل ياتهم مع بعض في مسألة واحدة يا ترى كيف رح نحل هاي المسائل اللي فيها جمع ما بين العمليات الأربعة الجمع والضرب وقسمة والطرح تعالوا نشوف يا ميس كيف بدنا نحل بداية يا ابطال بدنا نكون عارفين دائما إنه لما أجي أحل أي مسألة بدي أطلع على المسألة كتير منيح وأشوف هل هاي المسألة فيها أقواس ولا لا زي المسألة اللي عندنا هون هون مثلا يا ميس عندنا ستة ضربة اثنين ناقص ثلاثة هون يا ميس في عندنا أقواس يمكن أنتوا أول مرة بتشوفوا عملية حسابية فيها أقواس صح؟ الموضوعك جدا سهل يا ميس لما تتوف أقواس في العملية الحسابية هذا بيعني إنه العملية يلي داخل القوس هي يلي لازم أحلها بالأول كيف يعني يا ميس؟ يعني يا ميس هون عندي ستة ضربة اثنين موجودة داخل القوس صح؟ ناقص ثلاثة رح تجي تسأل حالك يا ميس رح تحكي يا ميس بدي أضرب ولا بدي أطرح بما إنه يا ميس عندي قوس بروح وببلش بالقوس تمام يا أبطال؟ بروح ببلش بمين؟ بالقوس دائما يا ميس لما بدي أجأ أحل بدي أنتبه لاتجاه الحل كمان إنه أنا بدي أبلش أول شي من اليسار إلى اليمين بنحل من اليسار إلى اليمين الأولويات من اليسار إلى اليمين شان أولويات؟ يعني الأهم ماشي يا ميس من أهم الأقواس ولا الطرح الأقواس دايما أهم إشي يا رابع الأقواس لما بشوف أقواس أول إشي بروح يعني بعمله هو أنه أنا بدي أشوف شو داخل القوس وأشجي هاي العملية هون يا ميس شوفي عندي داخل القوس عندي داخل القوس عملية ضرب ستة ضرب اتنين فشو بدي أعمال بدي أضرب ليش لأنه أنا دايما بحكي لك لما تشوف قوس مباشر روح أو أوجد ناتج ما داخل القوس ستة ضرب اتنين شو بيعطينا اتناعش فبنجي يا ميس نطلع الناتج ونكتب هون اتناعش تمامي أبطال عملية الطريح أو إشارة الطريح بتنزل وبنزل العدد ثلاث تمامي أبطال هلأ هون شو صار عنا يا رابع صار عنا يا حلوين اتناعش ناقص ثلاث هلأ بنطرح بشكل عادي اتناعش ناقص ثلاث التنين ناقص ثلاث بيصير ما بيصير شو بيصير التنين اتناعش والواحد صفر احسنتم اتناعش ناقص ثلاث تسعة والصفر خلاص راحت يا ميس صفر اذا 12 ناقص ثلاث تسعة برجة بعيد يا رابع اول يا ميس ما بشوف مسألة مثل هيك بروح بشوف الاقواس تمام يا ميس لو في داخل القوس ضرب بضرب لو في داخل القوس جمع بجمع لو في داخل القوس طرح بطرح شو ما كان المسألة اللي داخل القوس بروح بحلها اذا يا رابع لما يكون في عندي مسألة مثل هيك او عمليات حسابية مثل هيك بروح بشوف القوس شو فيه بداخله وبجد ناتج العملية الحسابية اللي داخل القوس تمام يا ابطان زي هون عنا ستة ضرب اتنين حكينا اتناش نزلت اشارة الطرح والثلاثة نزلت هون يلا يا ابطال حكينا اول شي اوجدنا ناتج الضرب لانه موجود داخل القوس صح يا ميس بعدين باجي بننزلنا الجواب ناش ناقص ثلاث شو اعطانا تسعة هلأ يا رابع تعالوا نشوف هذا السؤال هذا السؤال يا ميس بحكي لي اربع ضرب سبعة ناقص خمسة وعشرين تقسيم خمسة شوفوا يا ميس السؤال في ضرب وفي طرح وفي قسمة تمام يا ابطال طب يا ميس كيف بدنا نحل قبل ما نحل هذا السؤال تعالوا نكتب الاولويات العمليات الحسابية لحتى نكون متفقين عليها اول شي رابع الاقواس اهم اشي الاقواس وبعدين الضرب والقسمة من اليسار اللي بسبق هو بكون الاول بعدين هلأ فاهمكم كيف يعني بعدين الجماع والطرح تمامي ابطال تعالوا نركز اذا يا ميس برجة بعيد برجة بعيد من المثال الاول اعرفنا انه الاقواس هي الاهم صح مشان هيك اوجدنا ناتج الاقواس او القوس اللي موجود عنا ومعدين طرحنا هلأ هون يا ميس عندي ضرب وعندي طرح وعندي قسمة بناء على الاولويات من اهم الاقواس ما عندي اقواس عندي ضرب وقسمة صح ضرب وقسمة اهم من الجماع والطرح ضرب وقسمة اهم من الجماع والطرح طب رح تسألني يا رابر رح تقول لي يامس هنا عندي ضرب وهون عندي قسمة شو اعمل بالاول بما انه عندي ضرب وقسمة والضرب وقسمة نفس الاهمية شفتوا كيف ضرب وقسمة مكتبين جنب بعض نفس الاهمية مين يامس البوجد ناتجه بالاول اللي بيجي اول شيء من جهة اليسار اللي بيجي اول واحد من جهة اليسار هو اللي بنحله بالاول او هو اللي بنوجد ناتجه بالاول مين سبق يامس من اليسار الضرب ولا القسمة الضرب اجت قبل القسمة صح مش احنا بنحل من اليسار لليمين اذن يلا يا ابطال اذن بدي اول شيء اوجد ناتج أربعة ضرب سبعة يا ميس تمانية وعشرين يا أبطال الصفر جابة أحسنتم يا ميس الشرط الطريح نزلوها مثل ما هي طيب يا ميس ونزلو كمان الخمسة وعشرين تقسيم خمسة شو عملنا يا رابع وجدنا ناتج الأربعة ضرب سبعة وهي يا ميس نزلت هون تمانية وعشرين برجة بعيد يا رابع لش يا ميس الأربعة ضرب سبعة لش بلشنا بهاي لأنه احنا عرفنا يا ميس أنه الضرب والقسمة لهم نفس الأهمية ومنبلش بالحال من جهة اليسار يلي بيجي أول إشي بنو عندي اليسار هو يلي بنو جد ناتجه ولأنه الأربعة ضرب سبعة إيجاد قبل الخمسة وعشرين ضرب خمسة الخمسة وعشرين تقسيم خمسة تمامي أبطال هلأ يا ميس عندي ثمانية وعشرين ناقص خمسة وعشرين تقسيم خمسة شو زفي عندي هون يا ميس عندي طرح وعندي قسمة من أهم القسمة بعدين الطرح القسمة أهم من الطرح شايفين القسمة رقمها تنين أهم من الطرح صح؟ إذن يا ميس بدنا نوجد ناتج القسمة ثمانية وعشرين بتنزل متل ما هي بتنزل هاي الإشارة خمسة وعشرين تقسيم خمسة شو بعطيني يا رابع؟ خمسة أحسنتم طيب هلأ يا ميس صار عندي بس عملية طرح بطرح بشكل عادي تمانية ناقص خمسة ثلاث أحسنتم والتنين بتنزل متل ما هي تمام يا رابع؟ يلا يا أبطال نركز يا ميس في هذا السؤال هلأ هون يا ميس بهذا السؤال عندي تمانية ضرب قوس داخله ستة زائد سبعة بما أنه يا ميس شفنا قوس إذن شو أول شيء بدنا نوجد ناتجه؟ بدنا نوجد ناتج ما داخل القوس فبنجي يا أبطال وبنترك التمانية مثل ما هي وبنحط إشارة الضرب اللي معها خليها مثل ما هي وبنجمع الأعداد اللي داخل القوس ستة زائد سبعة كم يا أبطال؟ تلتعاش أحسنتم هلأ يا ميس ما أضل عندي غير الضرب فبحكي تمانية ضرب تلتعاش طبعا إحنا تعلمنا كيف نضرب عدد من منزلتين بعدد من منزلة واحدة صح يا ميس؟ فرح أكتب مباشرة ناتج عمليات الضرب يلا يا أبطال كم يا ميس لت المعاينات جدار؟ بمية وأربعة أحسنتم يا رابع أحسنتم يا أبطال الجائعين هلأ يا ميس تعالوا نشوف هذا الفرع هون يا ميس عنا قوس وعننا هون طرح طيب يا أبطال شو رحنا مال؟ الأهمية من؟ مين أهم واحد؟ هاي أول واحد هو الأهم بعدين هذا أقل أهمية من الأول وهذا أقل إشي أهمية ماشي يا ميس؟ من يا ميس اللي أكتر شي بهمني؟ الأقواس القوس يا ميس هو أهم إشي عنا فمشان هيك لازم نوجد ناتج ما داخل القوس فالثلاثين يا ميس تظلها مثل ما هي شوفوا كيف كتبتها زي ما هي وإشارة الطرح أيضا تنكتب مثل ما هي هلأ هون عنا يا ميس أربعة زائد خمستاش بجمع الأربعة زائد خمسة سير تسعة والواحد بكتبها مثل ما هي هلأ يا أبطال بدي أطرح فبطرح أحد ناقص أحد عشرات ناقص عشرات صفر ناقص تسعة ما بصير صاح شو بدأتصير؟ عشرة أحسنتم والثلاث بتصير اتنين عشرة ناقص تسعة واحد أحسنتم اتنين ناقص واحد كمان واحد كم يامس بطلع معاي الناتج؟ أحد عشر أحسنتم يا أبطالي الحلوين تمام يامس؟ انتبهوا يامس على الأولويات وهذه الأولويات حفظ يا رابع يعطيكم ألف عافية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر